التعامل مع أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني عندنا برنامج Model هذا هو البرنامج الإصدار الثالث نعمل استخراج للبرنامج في C Extract Files طبعا عند ذهابنا إلى C نلاحظ ظهور مجلد جديد باسم Model وبعد انتهاء الاستخراج نقوم بالدخول على مجلد Model Start لفتح السيرفر سيرفر النظام ثم نقوم بفتح موقع المدرسة التجريبي طبعا هذا النظام بيفتح لنا على الكروم هذا هو واقع مدرستنا التجريبي نلاحظ مكتوب في الأعلى هنا لم يتم دخولك ندخل بحساب الطالب حساب الطالب اسم المستخدم STU ومع مراعاة الكتابة للس بي الكابتل طبعا ما يحتاجنا نحفظ كلمة المرور على المتصفح نتعرف على الواجهة الرئيسية هنا عندنا روابط للتنقل هنا رسائل من مدير الموقع أو مدير النظام ناحية التقويم والأحداث القادمة لو أحد المدرسين مثلا أو مدير النظام وضع اختبار أو حدث معين في التقويم يظهر في هذه الناحية الطلب الأول تغيير كلمة طالب ثانوي إلى إتمك من طالب ثانوي حرر ملف سيرتك الذاتية بالنسبة لتغيير الصورة الذاتية أو الصورة الشخصية يمكن بسحب الإفلات الطريقة الأخرى من صورة جديدة رفع ملف اختيار ملف ثم البحث عن الصورة المراد تحميلها حمل هذا الملف هناك بيانات إضافية طبعا حسب المطلوب تحديث سيرتك الذاتية تحديث سيرتك الذاتية ندخل مرة أخرى إلى حرر سيرتك الذاتية ثم تفضيلات قم بتغيير كلمة المرور نكتب الكلمة الحالية كلمة مرور الجديدة ولكن نراعي هذه الفروض أن تكون من ثمانية خانات تحتوي على أرقام حروف صغيرة حروف كبيرة ورموس هذا طبعا في حال طلب منك تغيير رقم السري في حال لم يطلب ما نحتاج هذا الخانة بالنسبة لتسجيل المواد نذهب إلى الصفحة الرئيسية تصنيف المقررات الدراسية عندي بعض المواد على حسب المطلوب منك تقوم بتسجيل المادة مثلا حاسب سجلني نلاحظ أنه لا حاجة لمفتاح تسجيل لأنه بعض المواد عند تسجيلها تطلب مفتاح أو كلمة مرور أو بعض المواد أصلا لا تسمح به التسجيل هنا عندي كل محتويات مادة الحاسب من كتب حاسب من اختبارات من تمارين من ملخصات هذه هي كل ما تخص المادة لإطلاع على منتدى أخبار المادة ندخل إلى منتدى الأخبار هنا عندي نقاش مثلا ما بين المعلم أو الطلبة أو ما بين مدير الموقع والطلبة أخيرا إلغاء التسجيل في المادة نرجع مرة أخرى إلى حاسب ثالث من إلغاء تسجيلي من حاسب ثالث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر